أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند الكلام اللي جاي ده كلام مهم جداً لأن بإذن الله إن شاء الله بعد مباراة يوم الجمعة مباراة إياب نصف نهاية دورة أبطال إفريقيا بين الأهل والوداد الكلام ده هيكون حديث كل واسال الإعلام من بعد يوم الجمعة ومباراة العودة لكن احنا النهاردة نحتاجين نتكلم مع كل جمهورنا في هذا الموضوع وفي هذه التفاصيل عشان منتظرين قرار مهم جداً لازم يصدر الفترة الجاية تحسباً لموقعة النهاية ومباراة النهاية عشان تقدر تحافظ على كل لعبتك الفترة الجاية أبدأ معاكم بكلام 12 امبارح بالليل على الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم واللي تكلموا فيها على ختام الدوري نهاية أكتوبر الحالي قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 يوم 29.30 و31 أكتوبر الحالي مباراة الأهل الأخيرة هتكون أمام طلاقة الجيش طيب هل الموعيد دي وهل ختم الدوري هيكل إعلاقة بفترات القيد واللعابة اللي ممكن تلعب مباراة النهائية أو الأدوار اللي جاية في البطولة الإفريقية لأن الكلام ده ليه علاقة بإيميل وصل من الاتحاد الإفريقي الأنديال اللي هتشارك في نصف النهائي والنهائي بالنسبة المرحلة الجيش عشان كده احنا بنفتح الموضوع من دلوقتي وبنتكلم عليه في انتظار قرار يصدر من اتحاد الكورة خلال الساعات الجاية الأمر ده مش هيكون ليه علاقة بيختمل مسابقة فقط لا كمان ليه علاقة بجزئية تانية مهمة جدا بعد مرجع لمنشور الفيفا ليه علاقة بفترات القيد فترات القيد اللي قدامنا هي بتتكلم على فترة القيد الأولى اللي انت بتأيد فيها لعبتك في الفترة الحالية لغاية عشان يشاركوا في الموسم القادم معاك آخر معادي يوم 4 نوفمبر يعني معنى اضق انت خلصت الدوري وفترة القيد الأولى هتنتهي 4 نوفمبر اي لعب انت هتضيفه في القيمة الأولى هيكون معاك في القيمة التانية الا اذا استبدلته وشلته من عدد الاستبدالات الخمس لعيب فبالتالي تحسب عليك بالاضافة لده لو لعب عاده هينتهي ولم يجدد ولم يمدد العقد بعد 4 نوفمبر ما يقدرش يلعب معاك نهاء افريقيا ممكن البعض يقول لي بس انت كنت تكلمت عن منشور الفيفا والفيفا كانت قالت كلام تاني في شهر ابريل الماضي انا هرجعلكم ليه منشور الفيفا قال ايه في الجزئية دي في شهر ابريل الاتحادة الدولي لكرة القدم اصدر منشور من 14 ورقة تحديدا الورقة الرابعة بتتكلم على فكرة ان في حالة المواسم المتدخلة وفترات القيد اذا لم توفق الاطراف اوضحها خلال هذه الفترة وده اللي بيحصل دلوقتي فان الاولوية تمنح للنادي السابق لاستكمال موسمه للحفاظ على نزاهد وسلامة الدور المحلي ومسابقات الاتحاد والمسابقات القرية بمعنى اضق وانا بتكلم على فترات القيد اللي قدامنا على الشاشة بعد 4 نوفمبر لازم اتحاد الكورة يتخذ قرار بمد فترة القيد القيمة الاولى لبعد 6 نوفمبر عشان اي لاعب عاده امتهى من خلال توصية الفيفا لازم يلعب لكن فترة القيد اللي حطها اتحاد الكورة مع اللي قالوا الاتحاد الافريق واللي علقوا عليه دلوقتي اصبح الموضوع مختلف اختلاف جزئي وكله بمعنى ضق ليه بتكلم في هذه الجزئية طيب عشرة لحضراتكم بالضبط اللي هيحصل في هذه الجزئية اولا الاتحاد الافريقي ارسل يوم الخميس الماضي ايميل لكل الاندية المشاركة في دور الابطال والكونفيدرالية وقال لهم بالنسبة للمرحلة الجاية عشان اللعيب يشارك معاك في المباريات وفي المسابقات لازم تتوفر عليه عدد من الشروط اول حاجة لازم تكون رخصة مشاركته او البطاقة الخاصة بمشاركته يكون مستمرة داخل الاتحاد المحلي اللي لسه بيلعب في النادي اللي هو مقيد في صفوفه تاني حاجة اي لاعب كان مقيد في الاتحاد في الفترة من 20 يونيو 2019 وفي القيد التالي بعد التمهيدي 31 يوليو 2019 وفي فترة القيد التالت يناير 2021 يلعب المباريات الحالية يبقى بالتالي موعيد القيد اللي كانت في بداية مسابقة دورة بطاقة افريقية في الفترة الحالية في بداية المسابقة لو اللعيب مقيد يلعب معاك مفيش مشكلة بطاقة اللاعب لو لسه في الاتحاد المصري ولسه في الاتحاد الافريقي والرخصة مستمرة يلعب معاك طيب لكن لا يجوز لللاعب غير المقيد بالبطولة يشارك فيه الأدوار النهائية يعني معنى صح لو شلت اللعيب من القيمة بعد نهاية الدوري مشكلة معاك المباراة النهائية وفي النهاية الاتحاد الافريقي قال للأندية عليكم أن تتواصلوا مع الاتحادات الأهلية المعنية للتأكد من صلاحية قيد اللاعبين قبل مشاركتهم وبالتالي هنا الاتحاد الافريقي ادى التعليمات أن الأندية ترجع لاتحاداتها المحلية عشان تتأكد من مشاركة اللاعبة في المباريات القادمة وبالتالي منشور الفيفا اللي احنا نشرناه في شهر إبريل إيميل الاتحاد الافريقي ومنشور القيد للاتحاد المصري ضرب بيه عرض الحائط وأصبح الآن أمامك اتجاه واحد فقط أن الاتحاد الكورة لازم يغير موعد القيد لأن بالتالي التوصيل اللي أصدرها الاتحاد الدولي الكاف والاتحاد المصري عمل عكسها تماما وبالتالي لازم ترجع للاتحاد المحل بتاعك وتستنى أن معاد القيد يتغير عشان أي لاعب لو أنت بتفكر مش هيكون معاك الموسم اللي جاي وعايز تشيله قبل أربعة نوفمبر مش هيكون معاك في النهائي بالإضافة إلى أي لاعب ممكن ما يكونش مقيد أو مش مجددش في عقده معاك مش هيكون معاك في المباراة النهائية الاتحاد المغربي يغير موعد القيد على فكرة خلى موعد القيد للموسم الجديد بعد ستة نوفمبر ليه؟ عشان المشكلة دي إزاي أنديت الوداد والرجاء تتغلب عليها الفترة الجاية وبالتالي لازم في مصر يكون فيه قراري للفترة الجاية وهننتظر بعد مباراة الإياب إن شاء الله الجمعة أو السبت إن اتحاد الكرة ياخد خطوة ويأجل أو يفتح فترة القيد من بعد أربعة ليوم سبعة أو تمانية نوفمبر بالمناسبة البعض يقول طب الاتحاد الفريق يبعت إيميل ليه من الخميس قبل مطشاة الزهاب بالمناسبة لولا الإيميل اللي اتبعت ده ولولا الخطاب اللي اتبعت بخصوص قانونية مشاركة اللاعبة في الأدوار النهائية بسبب تدخل مواعيد القيد ونهاية الدوريات كان للوداد المغربي على أعتاب إن يشارك معاه أحد اللاعبين اللي تم أو رفع اسمه من القيمة وهو أشرف داري أشرف داري كان في المؤسكر كان عيلعب المباراة لولا هذا الخطاب بالتأكيد عشان حرصاً على مشاركة الأندية بشكل قانوني وسليم كان ممكن يشارك لأنه مرفوع من القيمة وبالتالي مشاركته هتكون غير قانونية فبالتالي المهم الأمر ده كان لازم ناخد فيه التفاصيل ونتكلم فيه عشان بعد مباراة الإياب يوم الجمعة يكون فيه خطوة إيجابية وتتمد فترة القيد ليوم ستة إن شاء الله أو يوم سبعة